العلام الأميني رحمة الله عليه مؤلف الغدير ابنه ينقل رأيت والدي بعد وفاته في هيئة جيد وفي مقام جيد فقلت له يا أبه من أين وصلت إلى هذا المقام قال وصلت إلى هذا المقام ببركة زيارة الإمام الحسين صلوات الله عليه قلت له الآن العلاقات بين إيران والعراق متوترة قبل حوالي ثلاثين عام هاي القضية وأنا ما أتمكن أن أزور سيد الشهداء كثير منكم لعله يحبون أن يزوروا ولكن لا يتمكنون من ذلك وإن شاء الله كلنا نوفق لزيارة تلك العتبات التي أذن الله أن ترفع فماذا نفعل؟ قال عليكم بإقامة مجالس سيد الشهداء واشتركوا فيها واحد يقيم المجلس في بيته واي ببركات تجدون هذه البركات ثم قال لي العلام الأميني لولد يعني أنا في أيام حياتي كنت أوصيك بقراءة زيارة عاشوراء كثيرا والآن أؤكد عليك بعد رحيلي أن تداوم على زيارة عاشوراء فيها النجاة في الدنيا والآخر كان أحد المؤمنين في الكويت معروف من المتدينين كان عندي طفل مشلول شلل طفل عمر عام ذكر لأحد العلماء أنه أعاني من هذه القضية فقال له اقرأ زيارة عاشوراء أربعين يوم هذا الشاب المؤمن يقول قرأت وبدأت في وقت واحد ومكان واحد بقراءة عاشوراء في اليوم العشرين وإذا بطفلي يقوم سليما معافا وكأنه لم يكن به شيء العلام الأميني قال داوم عليها فإن فيها النجاة في الدنيا والآخر ابن يقول أنا الآن مداوم على زيارة عاشوراء منذ ثلاثين عاما اشتركوا في القناة